يتأثر كتير جدا جدا. عارف انت لما احنا عمدنا لما وصول الهرم وتقدر تكسى في بطولة انت كنت انت بيننا وبالنادي العيل الاماراتي كاسر وتوصل انك بالمناسبة كنت انت طارق اداء الاهلي قدام العين بالشكل ده والسيطرة الكاملة على المبرأة والشكل المبهر اللي قدموا الاهلي قدام العين ده كان شكل انت متوقع؟ لا انا كنت متخوف جدا. انا اولا اسكوادت على النادي العين يعني خاصة على الصعيد الهجومي يقلئك. طبعا. بلاسيوس على رحيمي. طبعا. على كاكو على البلوشي. لا اسماء اسماء وكمان ارقام. ارقام. كيمة تسوقية كبيرة. كيمة تسوقية كبيرة جدا. ويمكن انا يعني لما قرنت بين الاهلي والعين طبعا في الشك طبعا النادي الاهلي النادي كبير بتاريخه بطولاته يعني لما انا انا صراحة لما كنت بدور على كان بطولة خدا النادي اهلي يعني 154 بطولة يعني عدد كبير جدا. وكان بيقابل النادي العيني لما هو الزعيم الاماراتي يعني احد كبار القوم في الامارات. طبعا. فكانت يعني ديربي افرو اساوي يعني ممتع انا كنت متشوق اليه. وطبعا نظرا للأسامي اللي موجودة في العين كنت متخوف على الاهلي. لأول مرة اشوف جماهير النادي الاهلي من فطرة طويلة يعني تحتشت بهذا الكم. وده يمكن يعني يعني انا كنت مستمتع به. وكان سلاحظوا حد ايه. اا ا 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 يبقى صالح الاهلي ما كانش مفر من لعيب النادي الاهلي ان هم ما يقدموش غير الاداء اللي تشفته يعني النص ساعة الاولى او 35 ديها الاولى في المباراة في الضغط اللي مارسوا النادي الاهلي على فريق العين لحد ما جيه الخطأ استغلوا سام الخطأ بتاع قلب الدفاع النادي الاهلي وعدا النادي الاهلي درجة وصول فريق العين مرمى الشناوي زيرو رغم ان انا كنت متخوف بالقعدة الهجومية بتاعت النادي الاهين بالاسامة دي كبيرة والمهارة والغزارة التهديفية بتاعت رحيمي وبالاسيوس وكاكو وعدد الاسست وعدد الاهداف فكنت متخوف في الوقت اللي كان النادي الاهلي في مركز قلباي الدفاع بيعاني منها بشكل كبير جدا من نظرة القيابات فكنت متخوف كبير لكن صراحة النادي الاهلي فاجئني ومش جديد عن النادي الاهلي الاداء الرجولي والتحمل في مسئولية في بطولة الكل يعني كان يعني بتشوق فيها النادي الاهلي انه يتجاوز يتجاوز الفريق الامارات الفريق العين الاماراتي وانه هو يسعد الجماهير اللي تواجدت فيه الاستاذ القاهرة باللي انت شفت كان اداء جيد نتيجة جيدة كتير جدا وما فيش شك طبعا نظر الاهداف اللي توالت في مار مالعين فتح المطش خالص كريسبو واصبح المطش فيه متناول لعيب النادي الاهلي بشكل كبير جدا اشتركوا في القناة